مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي مو هي هذه الفكرة هذه الفكرة أن الناس جربوا واحد القادية واحد دواء اللي كي تعطف السبيطار مجاني هو دواء بشري وكي يستعملوه الناس كتحصين الأراني هالدواء شنو هو؟ وهو دي الكينة دي الولادة اللي كي يديوها للعيالات يعني النساء كي يديوها من السبيطار يعني باش ما يولدوش كي يستعملوه واحد الكينة اللي كتكون على هاد الشكل تعالين هادا هدي احنا كنتستعمل هاد الدواء هادا هادي كتتعطى ثلاثة الباكيات هانتوما ثلاثة هادي اللي كيكون فيها الأيام بلا شك راكم عارفينها هانتوما كيكون فيها الأيام هانتوما لانديما غديما غلوديها هانتوما كتكون مرقمة كتستعملها المرأة لحسب الولادة هادا يعني الإسماء مختلفة كي اللي كتتشراء يعني هدي كتعطاك يعني مجانا يعني هانتوما ك تشوفوا هنا ايام أه انتاردي اه يعني ممنوع انها اتباع ماهف متالس باشهam هذي كتعطى يعني دعم كدعم من دولة وكينين اسماء مختلفة ماشي كينا غير هالي ارى الندبة الناس اشنو واش جربو واش ما نعرف قالو بي اللي هادا عبارة عن تحصين وحنا دبرا احنا في الشهر اللي غادي يدخل فيه الشهر الجاي خاصكم تكونو محصنين في الخمستاشر يوم اللولا علاش لان الامراض التصمم الدموي فوقش كتكون كتكون اما في شهر ثلاثة ولا شهر ستة ولا شهر تسعة الناس كيقلبوا على حلول على بدائل انه ما يشريوش ليبرا وما يحصنوش الاراني بديانه ليبرا كيني معروفة هنا في المنطقة ديانه هي كيني بخافهاك عنددي ما كان عدر علها اللي برا هادي، حصنو الاراني ديانه كrés وخليكم هدا تتخربى هادا انا قاع على الناس اللي استعملوا هادو اسمورها واقع هاد العام ما شوش والاامراض بزنورها عليا كيني يصحبوا بالله هاد دوا هوالي صالح يعني الدوا ديا العيالات ديا المنع الحمل يعني الدوا ديا المنع الحمل يشدوه ويدلوا لهم فلم Manager كيدقوه كيديروه في المهراز وكيدقوه وكيديروهم في الماء وكيقولوا قاد يشربوا منه وصفيرا ما قادش يجيهم المرض هاد دوار ما عنده لا بعيد بعيد كل البعد على على تربية الارانيو اذا اه لا 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 الطريقة الصحيحة وهي ممكن انكم تعطيو اه لا 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 يعني ذاك اليبرة تعطيوها الدقوة الارانيو ديالكم كوني بخافك النّاس اللي ما عنده مش امكانيات ومعندهمش بزاف ديلة ديالة ديال وممكن انهم يمشوا عند لشي فرماصيان احنا عندي واحد فرماسين كنت اتعامل معه كيعطيني بالديطاء يعني ممكن ان هذا يعطيني سنتيم بتسعة دراهم انا كيحسب لي بتسعة دراهم الناس كيحسبونهم بعشرة دراهم تسعة دراهم مزيانة تسعة دراهم انك تحصن الارنبيلك لمدة سنة تخيلوا انكم غادي تحصنوا الارنبيلكم لمدة سنة بتسعة دراهم اما هذه الشي اللي اللي صحبت على بدائي لانه مي شروش الدواء كان قول لهم بلا وبدأ على الغي وبدأ لغادي مجاوش الامراض أما هذه الدواء هادا لم engineers رئني مشيتوا صورتوا بحت اننا كن حاربهspace هاتو ولكن رئني صورتوا بحت يعني وبلتها للماحد الصديق عندي بيطاري ماشي لي واحد ولا جوج رئني صورت الناس بزاة كلهم أول حاجة كيقولوها هو أنهم كيضحكوا بعدك كيقولوك ما يمكنش أن هذا الدواء هذا غادي يصلح لشي حاجة في تربية الآراني هذا الدواء بعيدة لا مشي تحصين مشي شي حاجة فيروسية مشي غادي يمنع شي شي تسمم دموي ولا غادي يسموني لشي حاجة لا هذا الناس جهل أنا كان أعتبره جهل حاولوا أنكم تحصنوا آرانيب ديالكم بطريقة يعني بالعقل وإن شاء الله غادي يقول الخير حاولوا في هالليامات حصنوا بداء الآرانيب ديالكم لأن ذيكلي برد يلا ديال التسمم الدموي المفعود يلا ما كيبدأ إلا بعد 15 يوم يعني يخصكم تكونوا حصنتم في 15 في الشهر اللي فات ولكن رأى باقي الوقت في هاللوقيتها هذه حصنوا الآرانيب ديالكم ما تخليهمش بلا تحصين ضد التسمم الدموي يعني ما تخليوش آرانيب ديالكم بلا تحصين ما ديال النصيحة اللي أعطيها لكم هات تخربيقوا بحال هات كابة قوت جيبوا واحد دواء ودقوه بالمهلاز وسعطيه والآرانيب ديالكم رأى فكرة خاطئة مئة بالمئة ديال الحلقة ديالنا هي هذه نسي ما شاكوش معنا شاركو معنا تكيو لزير جيم تكيو لزير الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة